اهلا ورحبا بكم في تانية حلقة من حلقات برنامج المالكة تواجه معلش يسامخوني النهاردة لو كان في مشكلة بس الصوتي عشان ان شاء الله يكون نبور برد بش حاجة تانية بس انتوا تجد بتوحشوني ومكانش ينفع ان انا قاعدت الحلقة مجرم واطلع معاكم زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت في برنامج المالكة تواجه انت هتكوني معانا مالكة في شكلك في طقتك في حياتك كلها ولو عندك اي مشكلة بتواجهك اي مشكلة صغيرة ركنت او كبيرة لازم تبعتلنا على البيتش واحنا حنحلها معاك فيه بعتلنا على البيتش البرد مج مشكلة بتواجههم مشكلة التاتو ان هما بيحبوا رسمات التاتو جدا لكن بيخافوا يعملوها وفي مشكلة تانية اللي هي الفراغات اللي هي قدام عايزين يملوها ومش عارفين يعملوا ايه عشان كده احنا معانا النهاردة خبرتي التجميل اللي دايما بتنورني بريق صاحب بيوتي سنتر امرايا وهي فعلا امرايا اهلا بيك يا بي اهلا بيك يا بيك نورتيني عايزين نتكلم عن المشكلتين دول عشان دول نكون على بيتش البرد مج اول حاجة مشكلة التاتو فيه بنات بتحب الرسونات لكن بتخاف ان هي تعملها ان هو يكون بتنزل دم او لها اي اثر جانبية بوسي هو التاتو على الجسم ما بيوجعش او يعني فيه مناطق معينة بتوجعهم لكن لو هم خايفين هو ما بيوجعش ما فيش اي وجع لا طبعا هو ما فيش حاجة ما بتوجعش فيه بنج قابلي هبناخدو مشكلة هو بس بنجرش يعني ما بنحتاجش ان احنا نعمل بنج حاجة تانية يعني انت تفهمها يعني احنا بس بنجرش او كريم او اي حاجة ما بنحتاجش ناخد حقن موضعية نعمل بيها نخضر بيها المكان زي الحواجب مثلا الحواجب لان الحاجات دي بتبقى قريبة جدا من المخ وتبقى حساسة فما بينفعش يستحملوها في كتير قوي ما بيستحملوهاش فالرسمة على الجسم ما بيحتاجش تاكله لو صغيرة او كبيرة يعني لا الكبيرة دي لها قصة تانية بتاخد وقت طويل وبنحط لهم بنج بستريتش يعني فيه استريتش بتاعنا اللي احنا بنعمله ده بنلف بالمنطقة ان احنا عايزين نعمل بيها التاتو فبتتبنج يعني بنفضل ماشين مع البنج حاب حاب لغا ما نبدأ ان نخلص الرسمة بتاعي احنا قلنا بقى عشان نواجه المشكلة دي في احنا قلنا حنعمل تاتو على الهور عشان تباين ان الماضي انا بس بدأت فيه واخر حتى عشان بس ما ياخدش وقت معنا احنا عايزين نباين برده ان هو مفيش اي مشكلة ممكن تباينك مشكلة التاتو بالنسبة للفراغات اللي انا اتبعتلي على البيتش برده ان في مشكلة في الفراغات اللي هي بتبقى قدام في الراس دي ممكن نملاها ازاي بصي في ناس كتير قويب عن دار حتى اللي قدام بتاعتها بتاعت شعرها من قدام الوصالات بتاعتها ضعيفة وخفيفة قوي فديد حتى الوحيدة اللي ما نفعش نعمل فيها اكستنشن اه اوكي يا اما تلبس ويج فالويج برضو مش كل الناس بتحبها انتي فاهماني فاحنا بنعمل عليها حاجة اسمها مايكرو بصي مايكرو زي بتاع الحواجب كده بس بس بنعمله على خفيف قوي يعني ينفع المايكرو دا نقصه في الراس بيملى الفراغات بالأسكات بس مايكرو زيبقى حتى عندها انا اسفاجينف دا طبعا في حاجة اسمها صلع وراسي دا ما ينفعش نعمله بالتاتو كل ما قطرنا المكان اللي هنعمل فيه التاتو تمام كل ما طلعنا دم كتير فالدم اللي ما بيكتر مع الكلام دا ما بيلقطشو ولون بيبهدتو بقى لونه مغدر فما يبقاش حلو فما ينفعش يبقى واحدة عندها من قدام خفيفة او تقولي انا عايز اعمل كل ده انت فاهماني طيب نادها انت في اي مشكلة وانت بتعملك تطودة الوقتي لا 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 هي بس حطة بنج حطة بنج راش البنج راش بيبقى اوكي انه هو بعد كده طول ما انت شغالة ما بتحسش به ولا لازم تعملي بنج تاني وانت شغالة بقى لا 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 احنا بنحطه بس كده على طول لكن لو الرسمة كبيرة احنا بنمشي معها حطة حطة قوليلي يا بيري ايه المميز عندك في بيوتي سنتر امرايا ومش موجود في اي مكان تاني بصي هو انا عندنا حاجة اسمها اير براش اير براش اه الير براش ده جهاز بيتعامل بيت تاتو بس رش يعني بنرش بي ما فيهوش قبرة ما بتخلش المسامات بترش على الجلد من برا فده يعني عشان الناس تبقى فاهمة انه هو يعني تاتو اسلامي زي ما بيقولوا انه هما الناس تبقى عايزة تعمل تاتو بس خايفة عشان بيعد كتير ايوة تبقى زيئة مثلا من من شكل الرسمة فبتعاملها فيه بيبقى منها زي تاتو بالضبط فيه اسود وفي كل الالوان بس بيكون رش بيقعد حوالي اسبوعين او بس مش حنة عشان بس فيه فرق طب انا جايلي سؤال انه كان فيه حد عامل تاتو حنة وبعد ما راح ساب قصر وعمل حاجة زي حرق حتى بالكريم المعالج للحرق وكده برضو الرسمة دي ما راحتش ما هي ممكن تكون جلدها ما بيستقبلش اي حاجة غريبة او اي حاجة فيها سوديوم عالي او امونيا او الكلام ده فهي المفروض لما ديكي ترسم الحنة مش لازم تطلب الحنة لونها اسود ما هي الحنة كل ما بقيت لونها اسود كل ما بنحط عليها حاجة تخليها كوية شوية زي الاكسجن وكده فده على الجلد بيخليها التهب بس فيناس كتير جدا بتعملوا ما بتلتهبش بس معظمنا عندنا حساسين من الكلام ده فممكن الرسمة بتاعتها بعد كده بيسيب اثر وتعمل شكل الرسمة بس عارفة انت اللي هي عاملة مفقفقة كده يعني عاملة ورم بيفضل يا حبيبتي معاها كتير قوي ساعات بيبقوا عرايز بيعد سانة على فكرة فخليها تطلب من اللي هي بتعمل لها الحنة مثلا بتقول لها انا مش عايزها سودة قبل علشان ما تضطرش تحط لها عليها حاجة تخليها سودة الحنة العادية اللي احنا بنرسم بها دي ملهاش اي مدارة ومبتعملش اي افكت للجسم طب قولي دلوقتي بقى حاصل وان التاتو ده او الحنة سابت اثر في المكان بنحل الموضوع ده ازاي وبطبيعة كده هيدها ميبو يعني عارف انت حاجات بساعة الحروق هيدهالها لازم تبضل ماشي عليها استعملت ميبو اول ما حصل الموضوع ده لمدة اسبوعين ثلاثة او ورحس بيفضل بالسنة معاها اه بالضبط يعني حد تسمعني او حيثني دلوقتي هيعرف ان الكلام ده بجد اه يعني فعلا بجد الحنة دي اكتر حاجة بتدخل في المسامات وبتخليها فعلا تلتهت طب عكس التاتو لو انت عندك حساسية من اي حاجة التاتو ما بيعمللوش اي حاجة كنت لسه اسألك يعني التاتو كده احسن من الحنة احسن من الحاجات اللي هي المؤقتة احسن من كل حاجة بس فيه ناس بتزع بصوا خلوا خلوا كل اللي انتو بتختاروه اصلي بصي التاتو دوت اصرار اه اصرار كل واحد عنده سر يعملوا في التاتو بتاعوا اه انا بسوب حروف وكلمات واسمين عرف مؤين ديش وحاجات كده لأ احسن حاجة بقى لما نجيلك واحدة تقولك انا عايزة اشيل الاسم اللي انا عملته اه ما خلاص بقى بيتشال ازاي بقى التاتوب بصي هو التاتوب يتشال بليزر بس برضو بيسيب اثر استحالة الجلد هيرجع زي الاول استحالة يعني عمره ما هيرجع زي الاول لان الليزر اساسا دي مادة بتشير بتاكل الجلد احنا لو معانها رسومات تاييرتنا يعني الليزر ده بيشير الجلد هو فيه حاجة دلوقتي اسمها الشادو بنعمل الشادو للحواجب فيه ناس كتير قويب تبقى عاملة التاتوب قديم مثلا يعني بقى لها مثلا عشر سنين اتناشر سنة اللونه بيغير اللونه بيغير اللونه اخدر واللونه اسود وبهتين بس عشان زمان برده ما كانش في افتكاسات يعني فاحنا عندنا جهاز جايبينه جديد بيفتح التاتو مش بيشير بيفتح اللون يعني بيدي التاتو على لون محمر عشان نقدر نجي على لون بني فيه ناس كتير بتيجي تقولي طب انا ينفع عامل عليه المايكرو بعد كده ما ينفعش لان البيز المايكرو ده لما يتعمل لازم يبقى فيه بيز بيز اللي هو لون الجلد بتاعك الطبيعي فهيبقى تحتيلو المحمر هتعمل عليه شادو او هتعمل عليه الشعيرات اللي احنا بنعملها دي فهتبقى بينا مش حلو مش هتعجبها عشان هما بهم متخيلين ان هما هيشيلوه خالص وهيقدروا يعملو ده يا جماعة الناس اللي بتقولوك ان هما هيشيلو التاتو خالص ويعملو مايكرو من اول وجديد ده مش طبيعي مش طبيعي جلدك مش هيبقى طبيعي ومش هيبقى شكل حلو ماينفعش ان هو يتشيل احنا بنعالجه وبعدين بتشلف اقل حاجة اتبع جلسات احنا بنعالج انا بعلجه بفتح التاتو القديم عشان يقدر بعد كده اقدر اجيلو اللون اللي انا عايزه بنفتحه بقى بني ولا بنفتحه ايه بني مفيش حاجة اسمها التاتو بلوند في ناس كتير قوي بتجيلي وتقوللي عايزة تعمل التاتو بلوند مثلا طب البلوند ده ما بيمسكش فوق ان هو ممكن يخليه شاه شوية شاهد الطبيعي اللي احنا نعمله بني فتحه ايه عارف اللون العسلي كده ده انسب حاجة يعني انا عندي معايا نادا النهاردة بوسي نادا كانت عاملة كانت عاملة المايكرو بوسي احنا كده خلفنا الرسمة خلاص حواجبها كانت عندها مشكلة فيها او حواجبها عندها مشكلة فيها يعني تعالي كده انا جيب الكاميرا اه انتي لو مسحتي حواجبها مش هيطلع في حاجة مش كده وبيطلعش انا عملالها المايكرو شادو عملالها شعيرات بعد ما عملتلها الشعيرات كانت خفيفة شوية عندها ومش عقبها اوكي فعملنا عليها شادو لو عمل زوم بالكاميرا كده هيباني الشعيرات وهيباني انها فيها شادو من جول مش كل الناس بيليع عليها كل حاجة حاولتشيلي شعرك كده عشان يباني الشادو بس هو شكله طبيعي جدا وشكله ان هي مش عاملة في اي حاجة وعملالها بعد كده عليه شادو بس دا للناس البيور عشان دي اول مرة اللي ما عملوش قبل كده واللي عمل قبل كده ما ينفعش ان نعمل شادو هنعمل شادو زي هو تقيل قريدي بس ما فيش حاجة اتقل من الغاني الرمودي والاسود دول اتقل حاجة ما ينفعش تعملي وراهم شادو مهما عملتي بياخدوا اللون وينزلوا مش بيطلعوا فهمة يعني بيدخل جوه المزامات فاللون بيبهت اكتر الناس اللي عمله تتو قديم وراحت عند حد اللي هحطريك عليه بني ويعمل بني مش هيعملي استحال هيعملي هيتعابوا شوية لحد ما يوصلوا للمدم جالي سؤير ان فيه ناس تبقى عندها سيولة في الدم مايستعمل تتو تعمل تتو ولا فيه مشكلة عشان المايكرو بيلدنج مع الناس اللي عندها سيولة شوية وصعب ما بيلقوتش بتحتاج تلات جراسات او لان السيولة دي يعني انت بتخفيف المادية التتو بمية كأنك بتحطش عليها مية بالزبط فاحنا بيبقى عايزينها برضو خيم تقيلة شوية علشان نقدر نرسم بها شعيات طيب والتتو التتو العادي ما فيش مشكلة لو هي قاعدة تطلع باللات ما تصير او السيولة عندها شغالة ما فيش مشكلة احنا بنحاول نتحكم في ده بس برضو بيبقوا قايليني في التليفون قبل ما يكلموني وخليهم يضبطوها شوية اوكي برضو في حد سألني على البيت بالنسبة للضوافر ان هي دوفرهم بتتكسر بسرعة او بيكون شكلها مش حلو فدي ليها عليك او ليها حل هو دلوقتي فيه الجل والأكليريك والمانيكير الجل ممكن لو فيه سور نعرضها اوكي الناس اللي دوفرها بتتكسر وتعبان قوي يريد ما تعملش جل ولا تعمل أكليريك تعمل لان الجل والأكليريك ده مادة تقيلة تتحضى على الظوافر وهي بتبقى ناشفة قوي بنبدل نبرد في الظوافر لحد ما نخليها اول طبقة فيها فده يعني بيهلكها اكتر فاحسن حاجة لان هي تعمل حاجة اسمها التوب كود التوب كود ده بتحضى على الظوافر بيعمل طبقة عزلة بين كل الشوائب اللي عندنا بقى والمية والغسيل والكلام ده كله فدفرها لما بيطلع بيطلع مع التوب كودة على الحرف بتاع الظوافر فبيديله فرصة ان هو يطول وبعد كده بيتقشره بيفضل تقريبا تلات أسابيع على الظوافر وما بيحصلوش حاجة عادي تتغير تحط المنكير عليه تعمل عليها الجل ده اللي قوات معين وبتشيله هو ما بيتشيله بس الجزور بتاعت الظوافر يعني المنبت بتاعنا ده بيطلع بيطلع عادي طب لكن الظوافر اللي تتكسر بسرعة دي كده مالهاش حاجة حرام هي تحط عليها الجل وبعد تحط عليها الجل وتيك تشيل الجل بعد كده ما هو الجل ده احنا بنيعمل علي يعني المفروض ان احنا بنيد عليه كل تلات أسابيع مثلا فلما هي تيكت عيد عليه بعد شهر ونص مثلا خلاص عايز الشيل لان احنا بيحطينه بيبقى طيلع خالص فوق فبعد كده بيبقى شاكله مش حلو لما تشيله هي هتزعل قوي مش هتعرف شو دوافرها بس طبعا بعد كده هتبقى كويسة بس هي قريضي تعباها تتفعبها أكتر اصلا في حد سأني قالي هو ينفع الجل دوت للعلاج لعلاج الدوافر لا ما فيش الجل مش للعلاج الجل ده لتجميل الدوافر يعني مش للعلاج لكن لو عايز علاج فعلا الطوب كود ده حلو جدا جدا للدوافر خلينا نعمل الفرغات بتاع الشعر ممكن نعملها دلوقتي على هوا اه ياريت اوكي احنا دلوقتي يا جماعة في مشكلة لو في حد عنده فراغات قدام في الشعر فعلا ممكن نريوليها والموضوع برضه هيكون سهلا مش صعب احنا ممكن هنعمله على هوا دلوقتي هنعمل حتة صغيرة هنجربها يعني الموضوع مش محتاج دكتور تجميل وزراعة شعر والكلام اللي كانت تتسألني عليه ده بس رح ده تعمل زوم كده على الفراغات دي احنا بنعمل شعيرات بسيطة تمام على الجلد من فوق ما بنحفورش في الدماغ يعني بنرسم الشعيرات انت بترسميها اه برسمها نفس البصيلة بتاعتها بامشي معاها اللي على تحت على تحت والي واخده كير في واخده كير فاهماني ممكن نعمل لها الناحية التانية عشان تبهين اوضح الناحية التانية اوكي عايزة الناحية دي اه تبقى ان اوضح في الكاميرا عشان الناس تتابع معينا طبعا هي هي نادة عندها فراغات بس مش كتير اوكي فاهماني احنا عشان البنات اللي مش عارفها تلاقي حال المشكلة دي فمع الموضوع تلع بسيط كده انا مفيش اي مشكلة وبيتعامل هو على الهواء مفيش واجع لكن ما ينفعش حد يبقى عنده كل دي ويجي يقول لي عمليها تبقى صعب او مش يقدر استحملها يعني حتة صغيرة هي اللي لا لو هي عايزة تاخد وقت هتاخد وقت لك انت تعامل هتاخد وقت يعني كده جلسة مش من اول جلسة انت فاهميني كم جلسة بقى يعني هي نادة عشان ما عندهاش كتير اه فاحنا هناخد لها مثلا جلستين هي بتعمل دلوقتي وبعد كده لو في حاجات بسيطة تاني مثلا بحط لها بينك لأ انا بحط لها حاجة عشان لها بيها المادة عشان بس انتوا قدروا تشوفوها اوكي المادة اللي انت استعملت فيها دلوقتي اه مش عارف الكاميرا بقى جايباها الكاميرا جايباها اه يعني بصي ده كله ممكن تعددي بس فصح شوية ده كله كده احنا شعرناه خفيف قوي بس عارفت هو شكله طبيعي جدا طبيعي اه بس ما ينفعش بقى حد عنده كتير قوي يعني هو لو جلس صغير الناس تبعيزة كل حاجة من اول مرة اه لكن صغيرا كده ممكن حاجات بسيطة كده لكن لو عندها كتير تستحمل بقى يعني لازم نعمل كل مرة حاجة لان كل ما احنا قد اطلعنا بالشعرية اكتر اه جابت معاها بلازمة اكتر يعني كأنك برضو بحرام بنوجهه مع الفادي وما بيقطش يولوت واحدة واحدة لا اكيد ممكن حد يجيلك عايز يعمل تاتوه وطوله ما ينفعش يعني فيه ممكن حالات او لو حواجبها تعبد فيها قوي بعملها كتير كتير عماملة تعمل بني 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 فالجلد نفسه خلاص يدهار فعشان انا ارجحها تاني بتاخد فترات معي فبقف بقول لها بعتذر ما بقدرش اكلم ولو رسومات في الجسم ممكن اي حد يعمل اي حاجة اي حد يعمل رسومات لبس لا 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 التاتوم مفيهوش اي مدار للجسم مفيهوش اي مشكلة دي كلها حاجات مستوردة يعني انا نفسي معرفش يعني قلتلي هي مش عارف ارد طب التعليمات اللي بعد التاتوه اي اه هو بعد التاتوم ما بيعملوش اي حاجة اللي رسومات بتاعة الجسم كلها بتبقى محتاجة مضادة حيوي اوكي علشان خاطر تخط لكن الحواجب ما بينفعش نحط عليها مضادة حيوي لانه بيناشف قوي وبيخلي لون الحاجة بيبقى بها تاني فانا ما ونصحش ان هم يحطوا بعد ما يعملوا الحواجب ايا ان كانت اللي بيعملوها النوع اللي بيعملوه وايه يحطوا عليه مضادة حيوي طب الفراغات اللي احنا عملناها دلوقتي في اي تعليمات بعديها؟ لا هي بس بتفضلت تحط حاجة مرتبة علشان خاطر احنا بنعمل شعيرات مرسومة اوكي ما تتكسرش وتقع لغاية بس ما الجلد يشربها وتبقى ماشى مع المصالات بتاعيك وينفع تراوح دلوقتي تخسل شعرها عادي لا ممنوع مية على اي تطول مدة اسبوع حتى لو كان حواجب؟ لاني سوري انا اسفق جدا انت عاملة جرحة اه اتي لو تخربشت كده بتلاحطش علي مية بوجاعك حتى لو تطول حواجب؟ كله ماينفعش علي مية لمدة اسبوع؟ اه طيب اه في سؤال برضو جيلي عن الايلينر اللي تحت العين تمام ان هو بيهد فترة ده بيتعامل ازاي وهو جوه العين؟ طلعكو احنا بنعمل جوه العين هو احنا بنعمل على الحرف بتاع المنبل بتاع الرموش من تحت من تحت مش من جوه؟ اه بس خلقلكو يا جماعة الحاجات دي حساسة جدا يعني لو انتو روحتوا عن تحت المش بروفيشنال اه او انتو مش قادرين تستحملوه بلاش تعملوه بجد بلاش يعملو تطلعين ده بزيات اللي ما بنقدرش يستحمل لاني ساعات بيعمل حاجة اسمها شادو من كدر ضغط عصابهم ودعنيهم وخايفين فضغط عصابهم بيخلو المدة ديجري تحت الجلد فاهمة؟ يعني انتو ما تستخفيش بالايلينر انا بنصح بيه بس اللي قادر اللي قدر يستحمل انا بقولها الاول لو بتقدر انا لو شغلها مع زبونة وتعبت بقف باعتذر لها وممكن ما تكملش وتراوحها ما تكملها اوازها هيا انا عنديش مشكلة لو عملت عيني وفاضل عيني على فكرة كتير قوي بيروحوا ياخدوا مهدئات ويجوا ايه دم كان والله العظيم والله العظيم انا بيصدم في الناس فعلا ممكن ياخدوا مهدئات ويجوا يعملوا عيني وياخدوا مهدئة ويجوا يعملوا تانية كان في حد عمل تتو شفايف هو بمجعش بس انتهو خايفين خد مرة بينجي تقريبا زي بينجي السنين عشان يعمل تتو الشفايف بتاع تصح بسي هو البنج بتاع سنين هو عمول اللي احنا بيبنج بيه لكن الشفايف بالذات ما بينفعش تتحط عليها بينجي عادي تانية اكتر حاجة عارفة فيها فيها لحم اه فدي اكتر حاجة فما بينفعش نشتغل فيها ببنجة عادي ما بيستحملوش والشفايف بتورن بتعرضوا من تبقى ورمانة كده معاهم اه وممكن يتعلهم هيربز يتعلهم يحصل لهم بس ده عادي بيروح يعني ما يتخدوش مفيش واحدة عروسة يا جماعة دي يجيهم السنة بيجي لي عرايس وبيجي لي ناس كتير قوي بكرة فرحة جاي تعمل تتو طب انت بجد ماينفعش لازم ادي فرصة ان نفتوك يا جماعة قال لي حاجة عشرين يوم قبل ما تعملوا اي تتو في الدنيا لو عندهم مناسبة عندهم فرحة جزها جاي من السفر كل حاجة ما بشوفها دي هتتخطب قبلها بعشرين يوم ماينفعش ماينفعش وقتي ايه رأيك في اللي بيعملوا بوتوكس فوق الحوايك باش تنرفعه حوايجيبه والله انا بحب البوتوكس بالتاني احيانا كثير قوي انا بعمل التتو بعد ما عمله الرياكشن بتاعنا ده على طول مش مصبور فعندك كسرة من كتر الرياكشن بتاعك 111 اه يعني عارفة كلنا مبشرين على طول مش عارفة ليه من ضغوط الحياة فالبوتوكس ده حاجة حلوة جدا البوتوكس مش بنعمله عشان فيه ناس كتير اكتفى من البوتوكس ده حاجة غلط وحاجة ما تنفعش واحنا لسه بادري واحنا لسه صغيرين على فكرة 23 سنة بيعملوه مش لازم اعمل كل ده انا مش رايح اوقف في الرياكشن بتاعي انا بس رايح اصبط حواجبي لان بعد ما عملتها فيه كسرة انا 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 مش دكتورة انا بعمل تتوه فهوا وكمن بيعمل زياحة مش هقدر الرياكشن ده مش هقدر عادله يعني انت بتنصحي بعد التتوه حاجب يروحوا يعملوا بوتوكس الشكل هيكون احلى لا انا بنصح بالبوتوكس قبل التتوه يعني تروح تعمل بوتوكس بعد كده تعمل تتوه انا بعمل بوتوكس بس انا مش بعمل بوتوكس بتاع دكتور التدمير انا بعمل بوتوكس تكات معينة للحاجب عشان بس اخليهم زي بعض اوكي لان طبعية ربنا كلنا عندنا النص ده غير النص ده انا بعمل تكة بس صغيرة كده وبعد 3 ايام بالضبط اربعة ايام من البوتوكس بروح عمل لهم التتوه يعني 3 ايام الفرق بين البوتوكس او 4 ايام بس او 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 تتوه لان انا بعملش الجابهة كلها يعني بس بعمل التكات اللي انا عايزها للحواجب بتاعدي يعني الكورس اللي انا وقضيه في البوتوكس انا وقضيه عشان بس التتوه الحواجب عشان انا اعمل تجميل يعني انت بتعجبيني الصراحة اني في كل حيطة لازم تخذي كورس بدرسيها لازم بأخذي حاجات منموزة بمتوقعهاش سؤال اخير بقى كان في حد يعني اعمل برسنج من هنا وغاية هنا ده حالة اللي غاية هنا اللي هو يعني انت عايزت اتعملي البرسنج اللي هو بصي البرسنج ده في منه انواعه في برسنج زي اللي انت عاملين ده اوكاي انت عندك هنا معمول ومن ناحية تانية وفي برسنج بس بيبقى فص واحد بس ده جهاز معين للكريستالة اللي احنا بنحطها بتحط هنا بتحط سوري يعني في النغازات بتاع الدهر تحط هنا ده ما بينفعش يتعامل بالحلقة اللي نحيتين ده بتبقى كريستالة واحدة بس بتحط بجهاز بتروح قفشا في جلده بتغرقش انا تبسطت معك لانهار ده قوي بالحلقة ومبسوطة ان انت كنت معايا وان شاء الله تكونوا معايا في حلقة تانية في نهاية البرنيمي احب